السلام عليكم ورحمة وبركاته هذا هو الدرس الاول في من دروس الافتر افكت فهذا الدرس يكون مقدمة تعرفية عن الاسبرشنز فنفترض يبدأ نفترض عن نبدأ الكمبوزيشن هذه الكمبوزيشن لها ابعاد معينة هنشوف الابعاد حاليا تماما فاذا الابعاد تكون لديكم 1280-720 وبهذا الشكل اصبح عندنا ابعاد بهذا الشكل تغير الكمبوزيشن سيتنج من اخرى الم ولكن لا يظهرش في الرندر نتأكد من كده باننا نذهب في الترانسبرانت فنجد ان هنا كده عبر عن الترانسبرانت color ممكن ان نضيف solid layer هذي solid وليكن نتبع بهذا اللون كده يظهر في الرندر لان لو اخف اخفينا يبقى اذا كده عبر عن layer موجودة automatic فممكن نضغط على enter وهنكتب هنا بي جي لذي تكون background ونضيف ولكن متأكد ما فيش أي layer تم اخترا نضيف ولكن ممكن نضيف star كم سهلين alt shift ويغير العدد الازرع فنحن ممكن من ال star هنسمي ذات وليكن white ونضغط ctrl d ونسمي ذات وليكن black for example ونحرك ال black وليكن بهذا الشكل ويختار الفيل وليكن يكون black بهذا الاساس ال scale ويكون اقل ممكن يكون اقل وليكن 90 و ال rotation وليكن 54 ال pivot point مفترض ان نحن نحرك من هنا وهنضغط على pivot point حيث تكون pivot point في هذا المقتصد في بعض ال plugins او بعض ال add-ons يتغير pivot point automatic ممكن تكون في الجيل اليسرى زي plugin ويسمى move anchor point لكن ال plugin لو تسطى يكون في هذه القائمة طيب المفترض ان نتكلم عن expression اولا عشان نحصل على expression اي بربورتي ممكن يتم عمل اي expression بمعادة ولكن عندنا هنا اختارنا black واختارنا ال rotation او scale alt مع stopwatch فبيظهر لنا transform to scale وهو scale automatic الكملات السيهة ال value اي بربورتي طب خلينا اول ندرس ايه هو اصلا ال expression 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 هو طريقة بديلة عن k-free بيتم عمل تعريف معين بربورتي وربطها بربورتي اخر ممكن بربورتي الاخر يكون لعنصر معين لير معينة في نفس ال composition او اخر اذا هي عبارة عن ربط لير ببعض ولكن خلينا الاول ان يكون في مسال توضيحي فنقول ان في وجل وجل دي عبارة عن function function في ال expression واولا ال expression نتم كتبتها ب javascript وهو وهي لغة برمجة للويب مش شرط نكون expert ولكن السيات هتكون معروفة اي سطر في javascript من انتهى بال semicolon لو كان سطر واحد مش شرط ننتهى بال semicolon اذا وجل 92 خلينا كل ثانيتين هدا في rotation تزاوية 90 خلينا ضغطينا اوهل يكن فاصبح عندنا scale 90 مش الكلام سليم نفترضكم نشوف الكلام ده على هذا ال فخلينا نحذف هذا الاكسبريشن تمع ال rotation وجل وكل حروف تختلف ان كانت capital او small خلينا كما نرى هو هنا كل ثانيتين يعمل rotation تزاوية 90 ويرجع الاصل كل ثانيتين يعمل rotation تزاوية 90 ويرجع الاصل هل نحن ممكن نعمل كوبة ل الاكسبريشن اكيد طبعا كيف نستخدم من white transform وفي rotation وينعمل بك لهذه ال rotation فاصبح نفس rotation خلينا نعمل طيب اللي يختلف هنا الأنكير بوينت والآخر انبتصف افترض في المنتصف او المنتصف الواء تقريبا هههن لو نشوف مرة أخرى نحتاجين ان تكون في هذا العنصر تكون العكس على اساس ان ده مسلا نجيره لكم بيلف في عكس الاتجاه فنضرب في مينس 1 خلينا في مينس 1 ونضغط هنا في اي مكان ونشوف اللي يحصل كلام يبدأ كده حركته ده بالاختصار هو المثال توضيحي عن هذا اي جزيلا على صفحات نضغط هناك